تعد محافظة فيفا في جازان واحدة من أجمل المواقع السياحية في المملكة حيث تمتاز بتنوع تضاريسها والجبال الشاهقة التي يغطيها الضباب ما جعلها أحد هم الوجهات السياحية من الداخل والخارج مرتفعات فيفا تتميز بطولها الذي يصل إلى نحو 1800 متر عن سطح البحر الأمر الذي يجعل ذات المحافظة خصوصية متفردة عن غيرها من المدن فيما تمنح زائر تجربة سياحية رائعة أحد يتكلم عن فيفا ينضم إلينا من جازان المهتم بالسياحة دكتور حسن الفيفي دكتور حسن مساء الخير وهلا بك معنا في قناة تلك الأخبارية يعني بداية ما الذي يميز فيفا عن غيرها من الوجهات السياحية في المملكة يعني ما هي أهم المقومات السياحية موجودة فيها عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مساء الخير أستاذ خالد مساء الخير لفريقك المميز وللمشاهدين الكرام فيفا أحد أجهاء الوطن الغالي الذي يفخر بأنه يساهم مع أشقائه مع المناطق الأخرى في إبراز مكانة المملكة السياحية تتميز فيفا حقيقة عن كثير من الأقطار المملكة التي تتميز بمزايا أخرى تتميز فيفا على مستوى الطبيعة بالخضرة التي تعمها جميعا تقريبا في معظم مواسم السنة كونها تتعرض للأمطار بشكل شبه مستمر أيضا على المستوى الجغرافي تتميز فيفا بأنها عدة جبال مجتمعة في جبل واحد فكلما اعتقد الشخص أنه قد انتهى من جهة ظهرت له جهة أخرى فبعضهم يشبهها بالكتاب الذي كلما فتحت صفحة ظهرت لك صفحة أخرى وكلما انتهى فصل ظهر لك فصل آخر تتميز كذلك بالتكوين الجغرافي المتعدد ما بين الارتفاع الشاهق والمنخفض السحيق إضافة إلى الجنبات الخضراء التي بعضها يشكل غابات غير آمنة ربما للذين يسلكونها لأول مرة أيضا المزروعات التي على المستوى الزراعي أيضا تتميز بكثير من أولا تتميز بغطاء نباتي كامل حتى إن المختصين في المجال الزراعي يزعمون أنها تشكل النباتات الموجودة في فيفا تشكل حوالي ثلث نباتات المملكة العربية السعودية والعهد عليهم لكن على المستوى الزراعي تتميز بالبن الخولاني المشهور والذي ينتج في قمم جبال فيفا وطبعا مع الجبال المحيطة أيضا بتلك المنطقة كذلك كثير من المنتوجات التي جميل طيب مع كل هذه المزايا التي ذكرتها دكتور كيف يبدو اهتمام هيئة السياحة بفيفا تحديدا في الواقع يطيب لي أن أشكر الهيئة العامة للسياحة والهيئة السعودية وأملنا أيضا أن تواصل مجهوداتها للاهتمام بالمنطقة وبغيرها حقيقة لتنهض لأن جهودها ملموسة وستصبح ملموسة أكثر عندما تهتم وبهذه المناسبة أشكر أيضا وزارة الإعلام ممثلة في الهيئة العامة للتلفزيون وقناة الإخبارية على تسليطها الضوء على هذه المنطقة مع مناطق أخر لإبراز هذه المكونات وأمل سكان فيفا والمناطق المجاورة على أيضا بذل جهود أكبر لتكون مهيئة للسياحة لأنه كما تعلم أستاذ خالد المنطقة يعني وعرة إلى حد ما وليست سهلة ولذلك يأتي السائح بعض السياح يأتون يشعرون بخيبة أمل نوعا ما يفترضون أن هناك طرق سريعة ويفترضون أن هناك مساحات واسعة للتنزه يفترضون كذلك أن هناك خدمات عالية جدا مع أن فيها خدمات لكن ربما يتوقعون أكثر وباهتمام الهيئة العامة للسياحة أو هيئة السياحة السعودية سترتقي هذه المستوية وستلبي الحاجة المسل دعنا نحدد دكتور يعني طبعا الاهتمام بكامل ربما المنطقة قد يأخذ وقت أطول لكن أنتم كمهتمين بهذه المنطقة وتعرفون أبرز الأماكن السياحية المميزة فيها لو نسلط الضوء على أبرز هذه الأماكن السياحية التي أيضا يعني تدعون الزائر لزيرتها وأيضا الهيئة السياحة للاهتمام بها بشكل أكبر عبر شاشاتكم المميزة أستاذ خالد أنا اقترحت اقتراحات وسأقول بعضها الآن أولا المطلات التي يمكن للزائر أو هي مميزة حقيقة فهي كثيرة لكني سأذكر بعضها وقد ذكرت مطل العبسية وهو القمة الأعلى والتي ذكر في تقريركم أنها ترتفع 1800 هي في الواقع نحو 1900 إذا وضعت فيها البنية التحتية على الأقل الحد الأدنى من البنية التحتية بحيث مصاطب يجلس عليها الزوار أيضا أماكن متفرقة إلى حد ما على المطلات مناسبة كذلك منتزها السماع وهو قريب من العبسية أيضا جدا قمة اللعثة وهي أيضا ليست بعيدة منها الكدرة موقع منتزها قرضة وهو منتزها جديد جدا ما الذي تفعله السياحة لكي نحدد أنا أرى وجهة نظري أنها إذا أرادت أن تكون فاعلة وواجهت صعوبة مع أصحاب هذه المطلات لأنها مملوكة أن تستخدم السفوح السفوح قريبة جدا يعني أقل من نصف ساعة وأنت في القمة وأن تستخدمها لإنشاء هذه الأماكن المتنزهات والأسكان ومشابه ذلك وتوفر وسائل نقل سريعة للجبل إما بحافلات ترددية أو بعربات تلفريك أو بأي شيء لا يمكن الوصول إلى قمة هذه الجبال دكتور يمكن الوصول لكن ليس سهلا ليس سهلا مخصوصا على السواح الطرق ضيقة والزحام فيها قد تكون عالية إضافة إلى وجود مركبات ضخمة مثل الصهاريج المياه والصهاريج الكبيرة وأنا قابلت مثلا أحد الزوار قريبا كان لديه سيارة قاطرة يسحبها فيها مواد التخيم والكشتة وما شابه ذلك ويريد أن يصعد بها فقلت لها لا تصلح يعني هذه لن تستطيع أن تأخذ بها المنعطفات الضيقة وأيضا الحادة إلى حد ما فأوقفها في السفح وصعد فقد يواجهون كثيرا من هذا أيضا الإسكان قد يواجهون فيه مشاكل لأنها تمتلئ في هذا الصيف مثلا كان من الصعب جدا أن تجد وحدة سكنية لتسكن لذلك السفوح قريبة جدا ويمكن حلها بهذه الطريقة طيب يعني من خلال أيضا هذا اللقاء دكتور نحن نشاهد قبل قليل والمشاهد الكريم مناظر خلابة من جزان ومن فيفا تحديدا يعني ما يلفت الانتباع بشكل كبير المدرجات الزراعية هذه المدرجات يعني كيف تصفها يعني انتشارها في جبال فيفا وكيف يمكن استفادة منها أيضا سياحيا شكرا أستاذ خالد على هذه الإضاءة يعني بالفعل المدرجات الزراعية هي من المقومات السياحية المهمة والجاذبة ويعني النادرة إلى حد ما في الجزيرة العربية وإن كانت أيضا هناك جبال أخرى تتميز فيفا عن غيرها من الجبال المحيطة بأنها كلها مدرجات زراعية بعضها لا زال ظاهرا واضح العيان كما رأيتم في الصور وبعضها يبدو أنه ليس هناك مدرجات بسبب إهمالها لقرون طويلة فبدت كأنها مندثرة وغطيت بالأشجار لكنها كلها أرض خصبة تصلح لأن تكون مدرجات يمكن الاستفادة من هذه المدرجات في أولا زراعتها ووضعها حقولا جميلة في السماء كأنها حدائق معلقة تزرع أيضا وتكون موسما للزوار ليجدوا أيضا فواكه طازجة أشجار البن أشجار أيضا العنب والموزة المنتشرة في كثير من المدرجات هذه المدرجات أولا أدعو الجهات المعنية لإعادة تأهيل ما بدأ يتهاوى منها وأنا رأيت في جبال بلغازي المجاورة أن الهيئة لها جهود كبيرة وهناك لوحات مكتوبة عليه إعادة تأهيل المدرجات المدرجات في فيفا كثير منها لا زال بخير لكنها مع الأيام تبدأ يعني هناك جهات بدأت ولذلك إذا فعلت هذا ستكون بؤرة استقطاب حقيقية للسياحة والزائرين بشكل عام سواء من الداخل أو من الخارج جميل طيب ماذا عن الأسواق دكتور حسن في فيفا يعني الأسواق أقصد التي من الممكن للسايح أن يزور هذه الأسواق ويوجد فيها بعض المنتجات التي تصنع في نفس المنطقة فيفا تقع حقيقة في الوسط فيفا تعرفوا ليست سلسلة جبلية ليست امتدادا طبيعيا لسلسلة جبل السروات فيفا لحالها واقفها كذا كأنها جزيرة تحيط بها الوديان ولذلك كونها قريبة من السفوح فهي قريبة من الأسواق الشعبية وهذا أيضا يتيح للزائر غير أنه سيجد فيها ما يتسوق يتيح فيها على الإطلاع على المبيعات الشعبية والتراثية القديمة هناك وأيضا المواشي وما شبه ذلك سوق الدائر لا يبعد عنها إلا كيلومترات يسيرة وهو يوم الأربعاء كذلك سوق العيدابي في بلغازي وهو أيضا لا يبعد عنها تقريبا 30 دقيقة أو سوق العارضة يوم الخميس وهو أيضا قريب منها إلى الجنوب سوق فيفا نفسه وهو في السفح الجنوبي لفيفا سوق حق فيفا في يوم السبت كل هذه الأسواق يستطيع الزائر أو السائح أن يستفيد منها وأن يتسوق فيها وفق الأيام الأسبوعية وهي تعمل حتى في غير أيام الأسبوع لكنها في أيام الأسبوع تكون عامرة جميل والحقيقة يعني دكتور مع كل حديث عن فيفا وعن جازان يعني يشدنا الشوق أكثر وأكثر لزيارتها والاستمتاع بهذه المناظر الطبيعية والأجوال الخلابة وأهلا الطيبين بكل تأكيد أن أشكرك شكر جزيل دكتور حسن الفيفي المهتم بالسياحة شكرا جزيلا لك